أعلنت وزيرة التجارة والصناعة نيفينجا مع بدء فعاليات المسابقة الوطنية للمنتجات الغذائية المحلية وتراثية منتصف شهر مارس الجاري وقالت الوزيرة إن المسابقة تعد آلية ناجحة للتعريف بالتراث الغذائي والحفاظ على الهوية التاريخية للغذاء المصري والمساهمة في التنمية الاقتصادية المحلية للمناطق والفئات العاملة في هذا القطاع وتحقيق أهداف المبادرة الرئاسية حياة كريمة وستحظى المسابقة في دورتها الأولى بمشاركة 165 جهة إنتجية رسمية من 222 محافظة بإجمالي 763 منتجا غذائيا تراثيا